موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي؟ طلاب الصف التاسع اليوم نأخذ الدرس الأول في كتاب العلوم والحياة الصف التاسع الفصل الثاني بدنا نأخذ الجدول الدوري الحديث كثير سهل كثير بسيط يأخذ نفس دائما اهدأه ودائما استرخه خلوا كل شي يروح لحاله وتبعوا معي في دارسنا السهل خلينا نشوف في النشاط الأول نقرأ النص الآتي ونجاوب عن الأسئلة في وسط أحراش وادي قانا شمال الضفة الغربية وعلى تلال القرى المحيطة به وبعد أول منخفض جو يخرج الكثير من أهالي تلك القرى بحثا عن المشروع المشروع أبقل للفقع أو الفقع أو بروتين الأرض كما يحلو للبعض تسميته الفقع والفقع والفقع غني بالعناصر الغذائية فهو يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والمواد النشوية والدهون كما يحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية زي الكالسيوم الفوسفور البوتاسيوم والسوديوم يحتوي أيضا على فيتامينات ألف و با واحد و بي تو إن احتواء على كمية غير بسيطة من النيتروجين والأكسجين والكربون والهايدروجين جعل تركيبتها قريبة من تركيبات اللحم تصلنا في الكائنات الحية في خمس ممالك إلى أي منها ينتمي الفقع من النباتات وهي عن المشروب إن النباتات من المشروب بعض أنواع الفقع سام بتساوي تناول الموت ماذا ننصح من يريد جمعه في المناطق الحرجية لأكله يعني إنه يعني يتأكد من شكله يتأكد من الأنواع السامة من الأنواع الغير سامة مش فهمها شو فاركل فكرة السؤال هذا شو أهمية البروتينات جسم الإنسان إصلاح الخلايا وبناء العضلات اختصار هي وحدة البناء في الجسم ورد في النص أسماء مجموعة من العناصر الكيميائية حددها وكتب الرمز الكيميائي لكل منها كالسيوم فسفور بوتاسيوم وصوديوم كالسيوم سي اي فسفور بي بوتاسيوم كاي صوديوم اي بهاي الطريقة مش حاضل بهمني صراحة البهمني طلعوا لي معي في سؤال خمسة وركزوا معي خلينا نأخذ مراجعة سريعة لأي شيء خدتوه في الصفة الثامن بديك تديروا بالكو علي إذا علمت أن العدد الذري لعنصر الصوديوم 11 ولعنصر الأكسجين 8 اكتب التوزيع الإلكتروني لكل منهما وحدد الدورة والمجموعة طلعوا يا جماعة الخير هاي بنحط الصوديوم Na11 شو منحكي طلعوا أول مدار 2 وبعديها A8 وشو بيضال عندي 1 جدا مهم المدار الأول يتسع إلى إلكترونين المدار الثاني يتسع إلى ثماني إلكترونات والمدار الثالث أيضا ثماني إلكترونات طب ليش حطيت 1 لأنه بس عنده 11 2 و 18 بضل A1 إذن يا جماعة الخير أنا دورة نحط الدورة اللي هي عدد المدارات كم من مدار عندي 1 2 3 إذن الدورة الثالثة أنا مجموعة طلعوا مجموعة اللي هي عدد إلكترونات التكافؤ شو هو التكافؤ اللي هو المدار الأخير هيكي بعرفه كم من إلكترون تكافؤ عندي واحد إذن المجموعة الأولى إذن الصوديوم يوجد في الدورة الثالثة والمجموعة الأولى طب نيجي نطلع على الأكسجين أو 8 أو 8 أولها 2 وبالحقك 6 إذن يوجد هو في الدورة الثانية لأنه بس عندي زي ما بيحكوها دي مدارين والمجموعة المجموعة اللي هي عدد إلكترونات التكافؤ السادسة بهاي الطريقة ما الشحن المتوقع لكل منهما في مركباتهما الصوديوم يا جماعة الخير في موظم الأحيان بيفقد إلكترون فشحنة المتوقعة زائد واحد بينما الأكسجين في معظم الأحيان رح يكسب إلكترونين عشان يصال لحالة الاستقرار فشو يعني حالة الاستقرار بمعنى أنه المدار الأخير يصير ثمانية فهو لازم يكسب اثنين وعشان هم إلكترونات بنحطهم بالسالب فسالب اثنين أكتب صيغة الناتج عن اتحادهما إذا بتلاحظوا هذا واحد وهذا اثنين طلعوا بقول NA هنا زائد واحد O سالب اثنين بضربهم تبادلي وبركبهم مع بعض فبتصير NA2O NA2O هذا هو المركب الناتج عن اتحادهما وهذا مراجعة لللي قبل إيش المطلوب منك تعرفه المطلوب منك تعرف إنه الدورة هي عدد المدارات والمجموعة هي عدد إلكترونات المدار الأخير وإذا بدك تيجي تعملهم بأوجد شو شحنة الإشي يعني زي بيحكوها شحنة العنصر التي توصله إلى حالة الاستقرار وبضربها ضرب تبادلي بأعطيك المركب وفي عندك تفاعلات كيميائية أيونية وفي عندنا روابط تساهمية أو مشترك طيب هنا نطلع على سؤال 6 أيضا لطيف السؤال 6 بالعكس عطاك إذا علمت أن عنصر الفسفور يقع في الدورة الثالثة طلعوا معي الفسفور فأني دورة ثالثة هي بي مدام في الدورة الثالثة فهنا 2 8 مع بيات والمجموعة الخامسة طلع معي المجموعة الخامس يعني آخر مدار قدي فيه إلكترونات خمسة وأن عدد نيوترونات نواته 16 نيوترون جد عدده الذري شو العدد الذري يا جماعة الخير اللي هو هاي عدد الإلكترونات 2 زاد 18 زاد 15 15 وهذا العدد الذري عدده الكتلي ما أعطيك اللي إياه هاي اللي هو عدد النيوترونات قدي عدد النيوترونات 16 العدد الكتلي بنحسبه بعدد النيوترونات فيه عدد الإلكترونات بس كتلتها بتكون أقال بكثير من النيوترونات إذن بازدياد عداد العناصر المكتشفة جرت محاولات عديدة عشان نظم ما فيه وثق مجموعات وعماك مندليف صنف التصنيف الحالي ورتب 67 عنصر 63 منها كانت معروفة وأربعة كانت وقع وجودها في جدول سمي عن جدول مندليف هاي جدول مندليف بهاي الطريقة هاي هون الperiod مجموعة والجروب مجموعة وperiod الدورة بهاي الطريقة هذا هو ترتيب مندليف طالعا كيف رتب مندليف مندليف رتب على على العدد الذري وتسايد العدد الذري هاي واحد سبعة تسعة اهداش اتناش اربعة ستتاش تساتاش تساتاش ثلاثة وعشرين وبيضل سحبهم بهاي الطريقة إذن بزياء على ازدياد العدد الذري ما الذي يتغير عند الانتقال من اليسار إلى اليمين في الدورة في الدورة يا سف من اليسار لليمين بيتغير العدد الذري شو الأساس اعتمدوا مندليف في ترتيب العناصر في الدورات والمجموعات زياد العدد الذري اعتمد مندليف بهذه الطريقة هاي العناصر غير المتوقعة اللي تنبأها هاي تكون 4,8,72 والمية هاي اللي تنبأهم مندليف طيب المهم كيف عمل مندليف رتب العناصر في اقتزايد كتلتها الذرية وحط العناصر المتشابهة في الصفات في عمود قال ذلك مندليف إنه يرتب العناصر في صفوفه أعمدة وتوقع بعض العناصر ما كانوش مكتشفة في عاصره زي الجرمانيوم في فراغات في جدوله وكانوش مكتشفينهم بهاي الطريق بعدها قادت معرفة العلماء تركيب الذرة واكتشافهم عناصر جديدة لاستمرارية تطوير جدول مندليف وأجشوا الجدول الدوري الحديث اللي بنا نتعرف عليه طلع كيف الجدول الدوري الحديث يشتغلوا فيه قال لك كيف بتغير العدد الذري للعناصر وما بتنتقل من اليسار إلى اليمين هاي أنا من اليسار رايح لا وين إلى اليمين شو اللي بيزداد يزداد عدد إلكترونات التكافؤ كم عدد الدورات التي تكون أو التي تكون الجدول الدوري الحديث بدنا نشوف كم من دورة أيهو دورة عنا سبع دورات بهاي الطريق سبع بدنا نطلع على أي على الشكل كم عدد المجموعات اللي بتكون الجدول الدوري الحديثة كم من مجموعة جماعة الخير طلعوا هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أهتش اتناش تلتعاش أربعة تحش خمسطع ستتعاش سبعت عشر مجموعة كم عدد مجموعات A وعدد مجموعات B بس A و B أيها جماعة الخير اثنين ثمانية لأي ثمانية لأي و B واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر لأ ب لأ ب عشر انقر الجدول إلى الآتي إلى دفترك وأملوه بالعناصر المناسبة بالاعتماد على الجدول الدوري هاي العنصر و رمزه هنا كان الدورة الثانية والمجموعة A بتروح بتجيبهم الدورة الثانية جماعة الخير هاي الدورة الثانية وبتدور على A A هاي A شو العنصر الكربون اللي هو C بتحطها هنا C مش شي صعب يعني بتأخذه بس من الجدول الثالثة IIA هاي الثالثة الدورة هاي الدورة ثلاث و IIA هاي هون MG المغانيسيوم الرابعة IA جماعة الخير هاي الدورة الرابعة IA اللي هي K البوتاسيوم الثانية VIA هاي الثانية و VIA اللي هي A F F F الأولى VIII IA IA اللي هي جماعة الخير الهيليوم بهاي الطريقة مش شي صعب اكتب التوزيع الالكترول لعناصر الاتية وقارن بينها وفق ما هو مطلوب K يا جماعة الخير هاي K يوم تجي تعمل K19 نجي نوزع طيب هذو يقدر تخضي مباشرة من هذول لازم نعملهم طيب ها مش البديوك تعرف هذو حكينا قبل نشو العلاقة بين عدد الالكترونات التكافؤ ورقم المجموعة جماعة الخير إلكترونات التكافؤ عددها يعني عدد إلكترونات المدار الأخير هي نفس رقم المجموعة وعدد مستويات الطاقة اللي هي رقم الدورة هاي هي الفرق الآن نحط السؤال هذا السؤال بديه وبدنا نشتغل مع بعض ونحدد موقعها في الجدول الدوري هذا المطلوب منك طيب جماعة الخير بخوفني سؤال زيهاد ولا مرة أنا بأشتغل في العدد التحتاني العدد الذري ما بأشتغل في العدد الكتلي واتطلع هنا على عنصر XX ما أعطيك إياها U9 بهذا الشكل يلا منيجي نوزع فمنيجي نشتغل مع بعض بتقول 2 و 8 بزبط لا إذن 8 و 7 ما وصلش الثمان عشان يصغل 9 لأنه عندك 9 بس طيب جماعة الخير 9 باجب أطلع إذن أنا مجموعة بقول المجموعة 7 والدورة أنا في عنا مدارين الدورة الثانية المجموعة رقم 7 والدورة الثانية شو اسم العنصر بروع المجموعة رقم 7 والدورة الثانية هاي الدورة الثانية واحد اتنين وبصل لسبعة هاي ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة شو اسمه الفلور F إذن اسمه F هذا العنصر اسمه F اللي هو الفلور نتطلع الواي اللي هو Y ثمانية بتقول اللي هي اثنين وستة هذا الاكسجين رح يطلع فيش مجال المجموعة المجموعة السادسة والدورة الثانية فنلجد ورح يطلع الأكسجين المجموعة السادسة والدورة الثانية هي الدورة الثانية ومجموعة السادسة هي أكسجين 100% إذن هو الأكسجين العنصر الافتراضي إي معطيك إيها 16 بتقول 2 بعد إيها 8 بالحقك 6 إذن المجموعة السادسة والدورة الثالثة ثلاث مدرهات وعلى ددء الدورة فأنت بك تجي تشتغلوا الحين المجموعة السادسة دورة ثالثة هذه الدورة الثالثة بدنا مجموعة سادسة اللي هو الأس سالفر وبعدها جماعة الخيار دي هاي هون دي عشرين بقى هاي الثنين ثمانية وبالحقك ثمانية وبعدها ثنين صح ولا لا هيك التوزيع ايه هون يا جماعة الخير أني مجموعة الثانية والدورة الرابعة طيب المجموعة الثانية والدورة الرابعة يعني هاضي اسمه الكالسيوم يعني وهي سؤالنا اللطيف وهذا السؤال مهم جدا وهذا محور الدرس أنك تتعرف على إيه كيف تحدد مواقع العناصر في الجدول الدوري طيب نكمل مع بعض في عنا الدورية في صفات العناصر لو قلت لك جبت لك سوديوم بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم والمهم بتعمل التجربة المسي بتعمل لك إياه وبتشوف أنه يا جماعة الخير أنه في عناصر لها صفات محددة ديروا بالكو وهاي العناصر بحطوها في مجموعات مشتركة بهاي الطريقة بتكون الجدول الدوري الحديث من سبع صفوف وفقية شو بتسميها دورات و 18 عمود مصنف لثمن مجموعات A و B تترتب فيها العناصر وعددها قد 118 عنصر وفق تزايد عددها الذرية ودورية صفاتها وهو ما يعرف بالقانون الدوري شو يعني القانون الدوري يعني أنك بترتب العناصر بناء على شو على عددها الذرية وصفاتها الدورية بس هاي هي الفكرة هاي هون هاي ومعضيك إياه بشكل كامل القانون الدوري مجموعات الجدول الدوري ها هنا اسمهم العناصر الممثلة وهنا اسمهم العناصر الانتقالية تغرف عناصر المجموعات A بالعناصر الممثلة ها بك تحفظه وبيدل رقم كل منها عليك الإلكترونات تكافؤ العناصر المكونة لها وتسمى عناصر مجموعات B في وسط الجدول بالعناصر الانتقالية الرئيسة بينما تسمى عناصر الصفين في أسفل الجدول الدوري بالعناصر الانتقالية الداخلية وهم سلسلتان وفقيتان بتكون كل منهما من 14 أنصر وموقعهما مفصول عادة أسفل الجدول الدوري الحديث لأن خواصة شما هلها بتتفقش مع خواص العناصر الانتقالية ومن سميها سلسلات الانثانيدات وهي العناصر اللي أعدادها الذرية من 58 إلى 71 والأكتانيدات وعناصر أعدادها الذرية من 90 إلى 103 طيب شو ما نعمل في هذا؟ هذا بدك تحفظه يعني فيش مجال عناصر المجموعة A هاي بتسميها عناصر ممثلة وعناصر المجموعة B بنسميها عناصر انتقالية رئيسية بدك تحفظ وفي عندك انتقالي داخلي هاي تحت بكونه هذا الانتقال الداخلي اللي بتكوني الانثانيدات والأكتانيدات بدك تحفظيك يعني ما في مجال المهم تصنف العناصر إلى فلزي ولا فلزي وأشباه فلزات وغازات نبيرة طيب نصنف العناصر هون بعض الشكل هون عنا الحالة الفيزيائية هل نحكي عن تصنيف العناصر إذا بتلاحظوا هاي الأصفر لا فلزات هاي الأصفر هاي هون لا فلزات أشباه الفلزات باللون الزهري العناصر النبيلة باللون الأخضر يبتلاحظون في الآخر وهذا بدك تحفظه يعني بدك يكون فيه في بالك يعني شو كي بدك تحفظ والأزرق من سميهم فلزات طالعا مضم الجدول للدوري شو ماله هاي فلزات سيما بيحكي بهاي الطريقة يعني بدك تدير بالك الحالة الفيزيائية الفلزات بتكون صلبة قابليات الطرق والسحب جيدة لها لمعان درجة انصهاره وغليانه بشكل عام يعني ايه بتكون عالية أو يعني عادية بالمقارنة مع اللفلزات هاي الحالة الفيزيائية ممكن تكون صلبة ممكن تكون سائل أو غاز توصيل الكهربائي والحراري ردي لا يمكن قابلية الطرق والسحب لا يوجد لمعان درجة انصهاره وغليانه بتكون عالية فيها انعناصر ايش اسمه ايش باي الفلزات الى خصائص متوسطة ما بين الفلزات ولا فلزات خلانا تطبيق مهم في التكنولوجيا تقع العناصر الفلزية الى يسار وسط الجدول الدوري وبتشمل جميع العناصر الانتقالية الرئيسية والداخلية والعديد من العناصر الممثلة وكلها بتكون صلبة في درجة حرارة الغرفة باستثناء الزباق اللي بيكون فيها الحالة ايه السائلة ايه هنا مصادر استخراج العناصر في الطبيعة طيب هل حفظ فانك في البحر الميت الاكسجين هواء الجوي الاخره وانساني والجدول فاضي طيب استخدامات بعض العناصر في جسم نقول اكيد كلاتنا مكونين من عناصر ومنستخدمها في الحياة اليومية في شي نستخدمه في المركبات مثلا زي صناعة الزجاج من الرمل في المناطيط في الإضاءة في الجسور ومنستخدمه في التمديدات الكهربائية مركبات سماد وحفظ التربة مركبات سماد ورق الألمنيوم في إعداد الطعام في الأفران خطير جدا طيب نروح على اسئلة الدرس الأول وخلينا نحل الاسئلة ونعمل اللي بهمنا يعني والموضوع انك بدك تحفظ الجدول بدك تشوف الجدول وبدك تحاول تفهم شو موجود فيه لديك الرموز على العناصر الافتراضية الآتية A16 هاي A16 يلا جماعة الخير شو توزيه؟ بتيج بتقول تنين ثمانية وبيلحقك A6 إذن شو هاي مجموته؟ مجموعة اللي هي إيه السادسة والدورة يا جماعة الخير اللي هي عدد المدارات ثلاث وشو اسم العنصر؟ منرجع للجدول الدوري الحديث ومنشوف شو اسم العنصر مش حافظ أنا العنصر شو هو؟ اللي بتكون مجموعة ستة ودورت ثلاثة هاي دورت ثلاثة ومجموعة ستة أس شو اسمه أس؟ هاي اسمه أس الكبريت نشوف عنا دي عشرين يلا شوف مجموعته هاي تنين هاي تمانية أو هاي تمانية وبيلحقك كمان اتنين شو المجموعة يا جماعة الخير؟ مجموعته هاي تنين اللي هي آخر إشي ودورتها اللي هي أربعة طيب شو بنحكي له هاذا العنصر؟ اللي مجموعة اتنين ودورتها أربعة هاي مجموعة اتنين دورتها الرابعة هو الكالسيوم سي اي سي اي الكالسيوم طيب زد ثمنتاش هاي دخلينا نشوف زد ثمنتاش تنين ثمانية ايه وبيلحقك ايه ثمنة هذا ايه نبيل مجموعة اللي هي ايه الثامنة الأخيرة هو دورته الثالثة هذا من العناصر النبيلة مجموعته الثامنة دورته الثالثة اللي هو الارغون اي ار من وين جبناه من الجدول؟ حفظ الجدول لا بدك كون فاهم شو هو يعني كيف مصاند فيه وهايه الفكرة عندك ايه اخر اشي اللي هي اربعطاش بتقول تنين ثمانية وبيلحقك اربع المجموعة اربع ودورته ثلاث شو اسم المجموعة اربع ودورته ثلاث مجموعته اربع ودورته ثلاث اللي هو السيليكون شو اسمه هذا؟ السيليكون طيب الحين بدنا نصنفهم لافلز او لافلز او شي بفلز بتلاحظوا انه الاس يا جماعة الخير هايو الاس وينه الاس هون هايو شو بنحكي عنه لافلز هايو بدك كون حفظهم هايو لافلزات بالاصفر لافلز بعينكم الله شو مننا نعمل الكالسيوم هو فلز الاربون ما الاربون اللي هي دورته ثلاثة مجموعة ثمانية هو عنصر نبيل ومنسميه عنصر نبيل واخر اشي السيليكون السيليكون دورته ثلاثة منسميه اشباه الفلزات السيليكون شو منسميه ااسف شبه فلز صرنا نخلط اس واش طيب ما علينا ايه نطلع لبعده هذا هو السؤال الاول وهذا السؤال هو محور الدرس صراحة انتطلع لسؤال الثاني السؤال ايه معاكس بنفس الفكرة بس ايه معاكس جد العدد الذري لكل من الاتي عنصر اكس طلع حكي لك اندي عنصر اسمه اكس يقع في الدورة الثالثة دورة الثالثة يعني اتنين ثمانية طلع والحينة اخر اشي المجموعة شو اسمها في في هاي معناها خمسة في يا جماعة الخير باللاتيني طلع كيف في الترقيم اللاتيني واحد تنين ثلاث طلع ديروا بالكوا اي في اربعة بعدها في خمسة بعدها في اي ستة بعدها في اي اي سبعة بعدها بيلحقك في اي 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 وبعدها توقع اكس عشرة اكس عشرة بظلة ماشي لتسعة واخرها اكس اللي هي بيصير عشرة فهي خمسة اذا شو عدد الذري يا جماعة الخير بتيجي تقول عدد الذري اثنين زائد ثمانية زائد خمسة قديه خمسة عشر وعدده الذري طيب نطلع المين على العنصر واي اللي هو يقع في الدورة الرابعة المجموعة اي واحد اي العنصر واي جماعة الخير اي دورة الرابعة اثنين ثمانية ثمانية اي والمجموعة الاولى عم يتخط واحد في الاخر شو عدد الذري شو عدد الذري اي جماعة اثنين وثمانية عشرة طمانطاش تسعطاش بس مجموءهم اي مستعينا بالجدول الدوري الحديث حدد اسم ورمز العنصرين اكس و واي ارجع نشوف شو العدد الذري اللي هو خمستاش و العدد الذري تسعطاش شوف الجدول هذا اللي هو مجموعة دورة ثالثة مجموعة الخامسة الدورة الثالثة المجموعة الخامسة هو الفسفور هذا بي والواي ايش اسمه تسعطاش اللي هو الدورة الرابعة المجموعة الاولى اللي هو اي البوتاسيوم كاي او هاي فكرة الدرس ديروا بالكوا يا حلوين ودرسوا منيح ان شاء الله بناخذ الدرس الثاني المرة القادمة الى اللقاء